مجازو سالس عصرا من التلفزيون المصري مرحبا بكم عقد رئيس عبدالفتح السيسي اجتماعا مع رئيس الوزراء ووزير الاسكان وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعرض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الاسكان وقد وجه الرئيس السيسي بمواصلة العمل في مختلف مشروعات وزارة الاسكان على مستوى الجمهورية والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة مع تطوير برامج التصويق وحزم التمويل الخاصة بالوحدات السكنية بهدف إتاحة المزيد منها لكافة الشرائح من المواطنين كما اطلع الرئيس السيسي على مستجدات العمل في مشروع التجليل الأعظم فوق أرداء السلام بسيناء في محيط جبلي موسى وسانت كاترين بكافة مكوناته الفندقية والسياحية والخدمية حيث وجه ببزل كافة الجهود لتقديم تلك البقعة المقدسة من أرض مصر للإنسانية ولجميع الزائرين من أنحاء العالم على نحو الأمثل تقديرا لقيمتها روحية الفريدة التي تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية السلثة كما تبع رئيس السيسي تطوير منطقة القهرة التاريخية والذي يهدف لاستعادة الوجه الحضري للقهرة بما فيها عملية التطوير الجارية في سور مجرى العيون وكذا تطوير مسجدي عمر بن العاص وسيدة رقية فضلا عن جهود تطوير القهرة الخدوية لجعلها منطقة جذب سياحي وترفيهي وثقافية لا سيما رفع كفاءة الميادين الرئيسية والمباني وتطوير حديقة الأسبكية التراثية إلى جانب تطوير منطقة مسلثة مسبيرو أجرى الرئيس عبدالفتح السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء المجارة فيكتور أربا أنه خلاله بفوز لإتلاف الحاكم بالانتخابات التشرعية في المجارة وأكد الرئيس السيسي خلال الاتصال أن الفوز يعكس ثقة الناخب المجاري في رؤية وقدرة رئيس الوزراء المجاري أربا على الاستمرار في قيادة البلاد خلال المرحلة القادمة كما أشهد الرئيس السيسي بعلاقات الصداقة المصرية المجارية المتينة وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة من جانبه أكد رئيس وزراء المجار حرصه على تعزيز التواصل مع الرئيس السيسي لاستمرار التشاور والتنسيق إذا مختلف الملفات وبحث المستجدات الإقليمية والدولية مشددا عزم بلاده على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مصر على جميع الأصعدة لا سيما فضل الدور الذي تقوم به مصر لدعم وترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط وإفريقيا عقد وزراء مجموعة الاتصال العربية وأمين عام جامعة الدول العربية جلسة مشاورات مع وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبة كان وزير الخارجية سمح شكري ووزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية قد وصلوا العاصمة البولندية ورسول إجراء محادثات بشأن الأزمة في أوكرانيا وصلنا إلى ختام مجاز الثالثة إلى اللقاء اشتركوا في القناة